من جميل الأقوال والمواقف عن عبدالصمد بن معقل عن وهب قال من أصيب بشيء من البلاء فقد سلك به طريق الأنبياء عليهم الصلاة والسلام وعن سفيان قال قال حبيب بن أبي ثابت ما استقرت من أحد شيئا أحب إلي من نفسي أقول لها أمهلي حتى يجيء من حيث أحب وعن المعافى بن عمران قال سمعت الثورية يقول ما ضرهم ما أصابهم في الدنيا فقد جبر الله لهم كل مصيبة بالجنة وعن محمد بن كناسة قال لما مات ذر بن عمر بن ذر الهمداني وكان موته فجأة جاء أهل بيته يبكون فقال ما لكم إن والله ما ظلمنا ولا قهرنا ولا ذهب لنا بحق ولا أخطئ بنا ولا أريد غيرنا وما لنا على الله معتب فلما وضعه في قبره قال رحمك الله يا بني وضعي ومحشره لتمنيت صلة مني فلا تعرفه قبيحا وتجاوز عنه فإنك أرحم به مني اللهم وإني قد وهبت لذر إساءته إلي فهب له إساءته إليك فإنك أجود مني وأكرم فلما ذهب لينصرف قال يا ذر قد انصرفنا وتركناك ولو أقمنا معك ما نفعناك وعن إبراهيم بن الأشعث قال سألت الفضيلة ما التواضع قال أن تخضع للحق وتنقاد له ولو سمعته من صبي قبلته منه ولو سمعته من أجهل الناس قبلته منه وسألته ما الصبر على المصيبة قال ألا تبث وعن أبي جميلة قال كان عبد الله بن أبي زكريا لا يذكر في مجلسه أحد يقول إن ذكرتم الله أعناكم وإن ذكرتم الناس تركناكم وعن هشام بن الحسن قال كان عمر رضي الله تعالى عنه يمر بالآية في ورده فتخنقه فيبكي حتى يسقط ثم يلزم بيته حتى يعاد يحسبونه مريضا وعن سالم بن بشر أن أبا هريرة بكى في مرضه فقيل له ما يبكيك قال أما إني لا أبكي على دنياكم هذه ولكني أبكي على بعد سفري وقلة زادي وأني أصبحت في صعود مهبط على جنة أو نار لا أدري إلى أيهما يؤخذ بي وعن جعفر بن سليمان عن ثابت البناني أنه قرأ قول الله تعالى تطلع على الأفئدة قال تأكله إلى فؤاده وهو حي لقد تبلغ فيهم العذاب ثم بكى وأبكى من حوله اشتركوا في القناة ترجمة نانسي قنقر